انتهت الدولة بشكل كامل مشروع تطوير منطقة بحيرة عين السيرة لتصبح مزارا سياحيا واثريا وذلك على مساحة أكثر من 60 فدان من المقرر لافتتاح المشروع قريبا للمزيد من المتابع ينضم إلينا مباشرة الزميل أشرف مبارك من منطقة الفستاط أشرف برحب بيك واطلعنا على الجديد لديك حول تطوير منطقة بحيرة عين السيرة عمر التحدي لك من بحيرة عين السيرة بمنطقة الفستاط كما نعلم أن هذه المنطقة تصل مساحاتها لنحو 63 فدان منهم مساحة البحيرة تصل لنحو 23 فدان نعلم أيضا أن هذه البحيرة بها بعض المناطق الترفيهية بها مسرح عائم يمكن داخل هذه البحيرة بالإضافة إلى بعض الوسائل الترفية الأخرى هناك باركينج للسيارات لزائري هذه المنطقة بالإضافة أن هذه المنطقة تطلع على أحد أهم المناطق التاريخية في القاهرة وهي منطقة الفستاط بحرفها تقليدية وأيضا هناك منطقة القلعة التي يمكن أن تظهر في هذه الوجهة أيضا نظر من خلف متحف الحضر إذن سوف تكون هذه المنطقة مزار سياحة عالمي خاصة بعد تنفيذ الدولة لمشروع كبير وفقا لتوجهات الرئيس عبدالفتاح السيسي وهو مشروع حداق الفستاط الذي يصل مساحته إلى نحو 500 فدان الحديث أكثر حول تفاصيل هذا المشروع مع لهوم بباشرة المهندس هاب سعيد وهو مدير تنفيذ المشروع من الشركة المنفذة مش مهندس هاب بالرحب بحكة عشتيني الأخبار عايزين نعرف هذا المشروع وتفاصيله وكلمنا أيضا عن الخلفية التاريخية لهذه البحيرة كما نعلم كان هناك بعض صرف الصحفي داخل هذه البحيرة بالإضافة إلى بعض المساكنة العشوائية التي كانت تم بناءها على هذه البحيرة من قبل بعض المواطنين بين صورة 2011 صباح الخير وبنرحب بكم في مشروع بحيرة تطوير عينة سيرو والله إحنا المشروع طبعا تم إنجازه في زمن قياسي وكنا شغالين على مدار 24 ساعة لإنهاء العمال والوصول بشكل المنطقة حوالين البحيرة بالمنظر اللي حراكو شايفينه ده إحنا البحيرة الزراعات حوالي بسطحاتها حوالي 73 ألف متر وفي مطاعم بتخدم المنطقة عملنا ثلاث مطاعم ملحق بيهم منطقة العيب غير طبعا الحمامات العامة وفيه عدد ثلاثة باركي بيخدموا على طريق فيه مدخل من طريق صلاح سالم وفيه مدخل بوابة جنب المتحف طبعا هنتكلم على البحيرة كل الناس اللي بيجوا دلوقتي بيتفجؤوا بالمنظر بعد عملية التطوير وعملية التكريك اللي حصلت بالبحيرة بالتنسيق طبعا مع الجهة الملكة تم تغيير تماما شكل المنطقة من عمل التكريك حصلت بالبحيرة وعملية التدبيش اللي حصلت زهرة معنا يعني القلعة يمكن هنا منطقة يمكن قريبة من البحيرة يعني اللي هيجي هنا يشوف منظر بديع القلعة المية الخضرة متحف الحضارة يعني منطقة تتحول المنطقة سياحة والله حضرتك فيه تطوير كتير في المنطقة هيحصل إن شاء الله الفترة القادمة ده يعتبر الجزء الأولاني من منطقة التطوير كلها اللي هتحصل بالمنطقة إحنا دلوقتي بعد ما طورنا البحيرة إن شاء الله فيه منطقة تطويرها هتشمل لغاية ساحة عمر فيه المفروض الفترة الجاية إن شاء الله هيبقى فيه زي مجرى مائي يوصل لغاية ساحة عمر المنطقة بالكامل هيتم تطويرها مع إزالة طبعا العشوائيات وأي مخالفات بالتنسيط طبعا مع الجهات الحكومية جهات الحكومية المختلفة ده غير طبعا إن الدولة بتساعد إن هي تقدم متنفس جديد في وسط البلد يساعد الناس إن هم يشوفوا مصر بصورة أفضل طب إحنا شايفين ورا حاكي ممكن بعض البرجولات في ممشى داخل البحيرة المكان ده عبارة عن إيه أو هيبقى إيه بالضبط حضرتك المشروع بيتكون من أربع برجولات ده غير فيه منطقة أصمعها منطقة المصرح دي جزيرة مخلقينها جوة البحيرة نفسها حضرتك قريبة من المتحف أو أربحاجة المتحف بعديها تبقى الجزيرة الاستوائية دي بتحتوي على برضو برجلتين وآخر برجولة هنا في منطقة الليسان زي ما انتم شايفينها دي بتتقسم لكذا منطقة هتبقى زي كافاتريات ومطاعم بتخدم الزوار اللي موجودين بالمنطقة مشكر حقا جدا المهندس هاب سعيد المدير تنفيذ المشروع من الشركة المنفذة عفوا نورتونا شكرا عمر إحنا إذا تحدثنا عن المشروع الهام والأبرز الذي يتم إنشاؤه حاليا ممكن هيظهر فيها الخلفية هذه المنطقة التي تظهر فيها الخلفية هو مشروع حدائق الفستات الذي تعتزم الدولة إن شاء وتكون بعض الشركات المنفذة الشركات الوطنية تكون بتنفيذ هذا المشروع على أرض الوقع يعني احنا عارفين إن منطقة مصر القديمة سوف يتم تغيير وجهة بالكامل المنطقة سوف تشمل من منطقة السيدة عيشة وحتى منطقة صور مجرى العيون يمكن حتى هتصل هذه المنطقة إلى كورنيش النيل ناحية فم الخليج سوف يتم إعادة تخطيط هذه المنطقة بالكامل بحيث تصبح مظهر سياحي وأيضا منطقة متحف الحضارة تم إنشاء أيضا بعض هناك قرية الفواخير ليحياء هذه الحرفة القديمة التي كانت تتواجد بهذه المنطقة إذن نحن نتحدث عن مناطق ترفيهية مناطق سوف تكون مظاهر ترفيه هام جدا للمواطنين الرغبين في الاستمتاع داخل منطقة مصر القديمة شكرا جزيلا نزامي الأشرف مبارك المتواجد الآن في منطقة الفستات شكرا جزيلا لك على هذه المتابعة شكرا جزيلا لكم